مطالب البصرة البسيطة ألهبت المظالم العميقة في العراق بهذه الكلمات سلطت صحيفة الاندبندنت البريطانية الضوءة على البصرة وهي تصف الأوضاع الحالية فيها الصحيفة في تقرير لها بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظة الغنية بالنفط قالت إن أزمة المياه في البصرة تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها فالعراق المنهك جراء حرب استمرت ثلاث سنوات على تنظيم الدولة يبدو أنه اليوم على حافة الانفجار بسبب أزمات تهدد وجود السكان وتدفعهم على الهجرة الجماعية تقرير الاندبندنت وصف كميات الملح التي تتدفق في صنابير منازل السكان بأنها بحجم قبضة اليد الواحدة من خلال شهادات السكان أنفسهم وأضافت أن المياه هناك تصل إلى منازلهم وهي محملة بالأمراض ولا تصلح للاستحمام أو غسيل الملابس عدم العثور على كأس ماء نظيفة في البصرة أمر يدعو للدهشة لسيما وأن هذه المحافظة تعد من أغنى المحافظات العراقية إذ تشكل نسبة 60% من احتياطات النفط والمنفذ البحرية الوحيدة للعراق ومع ذلك فإن حال العيش فيها يرثى له تقول الصحيفة وتؤكد الانديبندنت أن مشكلة شح المياه وتلوثها في البصرة تضاف إليها مشكلة ترد الكهرباء وتهالك البنى التحتية وانتشار البطالة بينما يراقب السكان الشركات النفطية الأجنبية وهي توظف غير العراقيين فقط وينقل تقرير الصحيفة البريطانية عن متظاهري البصرة قولهم إنهم يتلقون تهديدات مستمرة بالقتل من الميليشيات الموالية للحكومة والأحزاب السياسية ذات النفوذ التي تتحكم في أمن المدينة وما زاد من الأزمة في البصرة هو الطريقة التي تعاملت فيها القوات الحكومية مع مطالب المتظاهرين السلميين حيث قتل نحو 27 شخصا وجرح المئات واعتقل مثلهم ويبدو بأن مشاكل البصرة مفجرت فجأة بعد تراكم الفساد الحكومي فموازناتها المليارية على مدار السنوات السابقة لم يصرف منها ما يذكر لإصلاح وتجديد البنى التحتية لا سيما شبكة المياه فكانت النتيجة كما هي عليه اليوم